بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني من الشابتر الثاني بعنوان بيسكتينج أولاين أند أن أنجل تقسيم الخط وتقسيم الزاوية إلى نصفين سوف نبدأ بيسكتينج أولاين تقسيم الخط إلى نصفين هنأخذ الخط بتاعنا هنا A B وهنأخذ الفرجار ونفتحه فتحة R 1 لازم تكون R 1 أكبر من A B على 2 مثال لو أخذنا A B يساوي 10 سنتيمتر سوف نأخذ R 1 أكبر من لازم تكون أكبر من 10 على 2 اللي هي 5 سنتيمتر يعني نأخذ الفرجار ونفتحه فتحة R 1 ونروح للنقطة A ونرسم القوس الأول بتاعنا ده بفتحة R 1 وده القوس الثاني بتاعنا بنفس الفتحة هنروح للنقطة B ونرسم الجوس بتاعنا رقم 3 والجوس 4 وكده هتحصلنا على A نقطة 2 تقاطع ده النقطة الأولى وده النقطة الثانية بعدها بكل بساطة نوصل للنقطة الأولى بالنقطة الثانية ونتحصل كده على منتصف الخط A B بالنسبة لتقسيم الزاوية إلى نصين هنا هناخد الزاوية بتاعنا A B C ونفتح الفرجار بفتحة R 1 بحيث نتحصل على تقاطع مع الخط A C والخط A B بعدها ناخد الفرجار ونفتحه بفتحة R 2 ونركز في النقطة الأولى نقطة التقاطع ونرسم الجوس بتاعنا بنفس الفتحة بنروح للنقطة التقاطع الثانية ونرسم الجوس بتاعنا وهنا محتاجين نتحصل على A على نقطة التقاطع من نقطة التقاطع دي نرسم خط ونوصله بالنقطة A وكده عسلنا الزاوية بتاعنا إلى نصين ده النص الأول وده النصف A الثانية